العقوبات المفروضة على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا تنعكس إيجابيا على إيران حيث ارتفع إنتاج النفط إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا هذا ما كشفه المركز العالمي للدراسات التنموية موضحا أن طهران قد تمكنت من إيجاد السبل لزيادة صادراتها النفطية هذا العام بستة وعشرين في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي فروسيا وفق التقرير تحتاج لتعويض جزء من إيراداتها المالية لتمويل حربها في أوكرانيا لكن إيران التي تبيع نفطها بأسعار أقل تغري زبائن روسيا ويكشف التقرير البريطاني أنه على رغم الخصومات الممنوحة من موسكو لزبائنها إلا أن ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض جودة المنتجات يدفع بعض الزبائن إلى البحث عن بدائل أخرى التقرير يشير إلى عدم حصول إيران على أي من شحنات غاز روسيا والتي وعدت بها ضمن اتفاق ثنائي وهذا دليل واضح على تردد روسيا في هذا المجال ولهذا السبب تتردد روسيا في القيام بأية استثمارات في حقول النفط الإيرانية رغم وعودها كما يذكر التقرير ورغم محاولات إيران تقديم امتيازات وإغراءات للشركات الروسية إلا أن موسكو تخشى وفق التقرير في أن تسهم استثماراتها في البنى التحتية لقطاع الطاقة الإيراني بزيادة قدرات إيران التنافسية صحيح أن البلدين حليفان في بعض الملفات يختم التقرير إلا أن لموقعهما في سوق الطاقة العالمي الأثر الكبير في التنافس على الحصص تنافس قد يتحول إلى خلاف بمجرد زوال الخطر الذي يتهددهما معا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة